تحول اليوم ذكرى رحيل رائد الواقعية المخرج صلاح أبو سيف قدم المخرج صلاح أبو سيف ما يقرب من خمسين عملا فنيا اختير منها أحد عشر فيلما من إخراجه ضمن قائمة أفضل مئة فيلم بالسينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد في عام الف وتسعمائة وستة وتسعين الواقعية في السينما مذهب ومعالجة المشاكل الإنسانية غايته والموضوعية في التناول طريقه إلى حفر اسمه كأحد أفضل المخرجين في السينما المصرية إنه صلاح أبو سيف الذي ولد في العاشر من مايو من عام الف وتسعمائة وخمسة عشر بمحافظة بن سيف وبعد حصوله على شهادة التجارة المتوسط عمل في شركة النسيج بالمحل الكبرى قبل أن يلتحق بالعمل بالصحافة الفنية التي كانت سبيله إلى دراسة السينما ومنها السفر إلى فرنسا وإيطاليا لدراسة الفن السابع دايما في ألبي كان أول فيلم من إخراجه في عام 1946 وتوالت بعده أعماله الإبداعية التي ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية أبو سيف كان يملك أحد عشر فيلما ضمن قائمة أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية ولعل أهم أفلامه بداية والنهاية والقاهرة 30 والزوج الثانية تميز أبو سيف بتنوع وجودة أعماله واقترابها من قضايا المجتمع كما اشترك في كتابة السيناريو لمعظم أفلامه حيث كان يعتبر كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم ويعد صلاح أبو سيف أول مخرج مصري يدخل تاريخ السينما العالمية حيث عرضت له أعماله في مهرجنات دولية وفي الثاني والعشرين من يونيو من عام 1996 رحل رائد مدرسة الواقعية في السينما المصرية عن عمر نهز 81 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من نصف القرن ترجمة نانسي قنقر